السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة ماثيماتيكس معاكم مستر شهاب وشرح منهج بريب 2 موعدنا النهاردة مع part 2 lesson 5 Corollaries of the isosolist triangle theorems اخر درس في يونت 4 لو كنت ما سمعتش ال part 1 ارجع اسمعه ويحل عليه كويس وبعد كده شوف part 2 لو كنت اول مرة تتابعني على القناة ما تنساش تعمل سابسكرايب ولايك وشير علشان يوصل لك كل جديد اول باو يلا نبدأ مع بعض درسنا النهار كمال الدرس يتكلم عن ax of symmetry ايه تعرف ax of symmetry ax of symmetry عبارة عن straight line straight line perpendicular to line segment at midpoint يعني انا عند line segment a b وعندي straight line L straight line ده في صفاتين perpendicular and bisect زي line segment يبقى L ده straight line ما له ax of symmetry لline segment والax of symmetry والax of symmetry لline segment فيه خاصية مهمة جدا ان اي point اعلم ax of symmetry aq equal test from h term يعني ايه انا عند a b line segment with straight line with straight line ده ax of symmetry ال point D على straight line يبقى فين الطرفين ال a وال b بالسميهم terminal او end points يبقى ad b d e على ax of symmetry a e add b e and so on يعني انا عند x y point ده line segment وهنا ال straight line ده ax of symmetry وعندي point وعندي point وعندي point اسمها m m belong لل straight line m طراما ان ال point على ax of symmetry 3 فين ال end points تعليم segment x x m y تعالنا نشوف إذا نستخدم الكلام ده في حل المسائل question number 1 هنا بيقولي straight line l is axis of line segment a a يبقى اول حاجة since n l is axis of a b c and c and c and c c d c m e belong to l straight line l c 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 m c c c c si c c c اي اي واي اي واي اي اي واي اي واي واشيبنا ال تب spelling و انا اعايف سي بي جبناها وجبنا ال دي اي و ال اب و ال ما كده جبناك كل الاطلاء الي هو عايف بي خاصية بسيطة لو عندك اكسرو في سيمتري و عندك بوينتس علي الاكسرو في سيمتري دي يبقى أبعاد الpoint D من الطرفين متسويين أنا عندي الطرفين A و B يبقى لو نقطة مثلا وليكن اسمها X يبقى AX equal BX نقطة تانية اسمها F يبقى A F equal BF وزي ما احنا حلينا المسألة مع بعض The Converse of the Property عكس الخاصية يقول لي If a point is equal distance from the two terminal يعني ايه يعني ايه مثلا عندي نقطة C ليها نفس المسافة من The two terminal لي line segment يبقى الpoint دي موجودة على X of symmetry لل line T يعني لو انا عند point على بعض متساوي من طرفين line segment يبقى الpoint دي على X of symmetry طبعا اي straight line بحتاج عشان احدده بحتاج two points يبقى الpoint نحن محتاجين ان نكون عندنا two points على بعض متساوي من الطرفين يبقى الpoint 2 point يبقى الpoint يبقى الpoint يعني مثلا في الشكل ده هقوله أن A C أقوى B C وأن A D أقوى B D يبقى C with D at equal distance from A with B يبقى أنا عند A C أقوى B C والA D أقوى B D C على بعد المتساوى من A والB والD على بعد المتساوى من A والB ثم C D is X of line segment A B بعد الملحوظات A أول حاجة iso series to range لي one X of symmetry إما a collateral لي three X والscalin no X of symmetry iso series اللي فيه العقا ببعض في only one X of symmetry e collateral اطلع كلها متساوى يبقى لي three X of symmetry الاسكالين اللي كل اضعه مختلفة مالوش ولا اكس يعني زيرو اكسس تفسي متر كويستان نوبار دو هنا جايب للمسألة على هيئة كلام وعايز ان احولها الى رسمة بعد كان نشوف المكتوب منها دعنا نقرأ بالتفصيل ونشوف هنرسم ازاي المكتوبات المداجية يقولي طرع انجل ABC ISO 3 star angle يبقى في دلعين الدبع منهم الدلعين لازم نقولك AB و AC يبقى نرسم ISO 3 star angle في دلعين الدبع اسمهم AB و AC PX خلي بالك من D رين طالع من P و ماشي في اتجاه الاتجاه الاتجاه سنسمي X PX صفة ان الرئي ده ينصف الزاوية اللي هتلع منه اذا انا عندي كده الرئي هينصف الزاوية ده و انترسكت AC C at X و AC النقطة اللي يقطع فيها اسمه X بعد كده C Y طالع من C و يقطع هنا at Y نفس الكلام و انترسكت AC B BS صفة نفس الكلام الزاوية M عائزة بين AM م اول حاجة استفاد من الزاوية باعد كده AC زين مجر انجلة B equal مجر انجلة استفدت من الآيس سترين بعد كده سنس ان ري بي اكس بايسكت بي زين هستفاد من المثلث الصغير يحتاج أثبت أن المثلث الصغير فعدي شخص مطلط أولا ، فنشعر A ف pikال و мне فلانا 0 2 3 4 3 النقطة M نكمل أيضا سنسة M. C. Y. بيسكت أنجل. C. Zen. ميجر أنجل. M. C. B. ميجر أنجل 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 أنجل. طاعة. From 1. 2. 3. B. equals C. Without a half P. Without a half C. Zen. ميجر أنجل M. C. Equal. ميجر أنجل. M. C. P. Zen. M. P. Equal. M. C. هنا بأسنس من AB equal AC والMB equal MC ثم A will M at equal distance from BUC ثم AM is X of BC ثم AM perpendicular to AC ثم أثبتنا X of Symmetry عن طريق جبتوا نقطتين عليه ولقتهم على بعد متساوي من طرفين ثم أثبتنا هنا السؤال أريد أن تقوم بأسنس الأفلاع CD و AD ثم أثبتنا D ثم أثبت أول أنه Right Angle تقوم بطريق الناس تقوم بأسنس X of Symmetry X of Symmetry أثبتنا A AB equal AC AB equal AC X of Symmetry ثم أثبت تقوم بأسنس ثم تقوم بأنه تقوم بتقوم بأسنس تقوم بأسنس ثم تحديث ثم تحديث لأنه المؤمن الثاني المؤمن الثاني هنا يقول لي لذلك 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 وعيز يثبت ان موز على نفس التباية أثبت انهم على التباية لو هم على وعيز اضبت ان يطلق موز ولد والقه ذات الوقت Z to Y. If X with M with Z at equal distance from L with Y, then X with M with Z Z belong to X of line segment L with Y. If they are on the same straight block. Z to Y. If you are on the same side of X, then X is on the same side of X. You need to know that they are on the same side of X. Z to Y is X of Symmetra. Here I am going to add AD to AB and CD to CB. I want to add M to midpoint. MD to MB. We will get X of Symmetra. Here we are going to finish the discussion with X of Symmetra. منتظر أراءكم استفصالاتكم وتعلاقاتكم على الفيديو وإلى اللقاء مع الدروس جديدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته